المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضاء تعدين وقدم لحضراتكم معرضنا الرئيسي لهذا المساء أنهل المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول دور الشباب في الساحل في مجال الأمن والاستقرار كان ذلك بحضور الأمن العام لدارة الشباب والرياضة والترفيه تقرير هارون أبا أدم والمزيد من التفاصيل عكف الشباب المشاركون في هذه الورشة ثلاثة أيام لمناقشة المسائل الهمة التي تتعلق بمصير الشباب في الساحل والدور الذي يجب أن يقوم به خاصة في إطار العلاقة بين صناع القرار والشخصية المرجعية والقيادات الشبابية وقد خرجوا بتوصيات من شأنها الاستمرارية في تنظيم هذه اللقاءات للنقاش الفكري الهادف والبناء وخلق إطاء مرجعيا لشباب الساحل وفي الكلمة الاختتامية لأعمال الورشة التي قدمها الأمن العام لوزارة الشباب والرياضة والترفيه الذي أشاد بدور المركز من أجل الخوار الإنساني الذي بادر بفكرة تنظيم هذه الورشة والتي تدخل في صميم السياسة الوطنية لصالح الشباب التي وضعتها الحكومة وأن المعلومات التي استفاد منها الشباب المشاركين تمكنهم من الجلوس أمام القيادات في مراكز اتخاذ القرار وشرح المعاوقات التي تقف أمام حركة الشباب بالإضافة إلى إدارة الأزمات والنزاعات وخلق بيئة تشجع الشباب في الساحل على العمل لتحقيق الطموحات إلى مدينة سار حيث نظمت الهيئة الوطنية من أي ترقية العمل فرع مدينة سار يوما مفتوحا والهدف من ذلك هو تقديم عروض ونتائج الهيئة الوطنية للعمل آدم حسن المكوي يوم مفتوح ليس للمتعة أو الترفيه وإنما للأخذ بيد الشباب إلى تكوين أنفسهم ليس بعطائهم السمكة وإنما بتعليمهم كيفية الاستيادة هذا هو ما لما شمل هؤلاء القوم الذين جاءوا بإرادة التغيير ليروا ويسمعوا ما حملته لهم الهيئة الوطنية من أجل ترقية العمل لإيجاد السبيل عمدد مدينة كيابي بالإينابة نابيا ماكودي في كلمته للحشد أشار إلى أن نطاق بلديته مليء بالإمكانيات التي يمكن أن تكون مصدرا للرزق معربا عن امتنانه للهيئة فيما تقدمه من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب أما رئيس مكتب الهيئة الوطنية من أجل ترقية العمل فرع مدينة سار محمد نصر حسين أفاد إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تمكين الشباب لمعرفة إجراءات إنشاء أعمال وخلق أنشطة مدرة للدخل محافظ مقاطعة الأكئيرو آدم هاروم محمد أبان في حديثه بأن الوضع الراهن للبلاد يتطلب اتخاذ إجراءات لرعاية المواطنين وتنفيذها وفقا لسياسة رئيس الدولة على حد قوله وخلال هذا اليوم تبادل الشباب في نطاق واسع مع المسؤولين للهيئة الوطنية من أجل ترقية العمل بحضور المفتش الإقليمي لمكتب العمل بإقليم شاري الأوسط عن سبل إيجاد وإنشاء العمل الخاص وحقوق وواجبات أرباب العمل والموظفين قدمت سيدة مريا محمد نور باسم أبناء قرية البيلي بإقليم الشاري باقرمي مستلزمات دراسية لأكثر من 300 تلميذ وتلميذة محمد عثمان بشير إن هذه المستلزمات الدراسية التي قدمت إلى مختلف التلميذ بقرية بيلي جاءت ببادرة حسنينية من قبل أبناء القرية ذلك بهدف مساعدتهم على مواصلة التعليم النظامي الذي هو أساس لمستقبل جيل قدم أكثر من 300 تلميذ وتلميذة بمدرسة الأساس لقرية بيلي استفادوا من هذه المستلزمات الدراسية على حسب مباثلة المبادرين مناسبة للغادي بشير وتلاه Lunat كما نראí مزانيا من ذلك الثلاغ الوحف tabuito مع قبل جوناً للحسم جاءت للغادي بشير وأنسان يبطر إلى فهم يجب أن يظر من هناك بعض الأمر فقم لتحدث تتได้ في س3 وهو فرحان جدا نMúsica فقط يمنع سوف ولكن美國ador رئيس قرية بيلي هو الآخر عبر عن امتنانه من هذا العمل النبيل الذي قام به ابناء القرية اخواني هنا جمينا بس ساعدونا قالوا نساعدوا احلنا عشان يدوموا بكامل هميتوم وهم وكل الشيء الانين سوينا دا يساولي احلنا الاخرين البررة الكلام ما نطيلا نشكركم كثير ان هذا التحرك النبيل الذي قام به ابناء قرية بيلي جعلت من المندوب التربوي المكلف بالتعليم والشباب بشارب جرميل لقدام روبير يعبر انثنائه من ذلك قرية بيلي هي ضمن القرى التابعة لمدينة مسانيا وتبعد بحوالي مئتي كلمتر عن مدينة انجمنة